هنتكلم على حاجة مهمة اللي هي الاناستيموز رانزا سكابل. قبل ما اشرح الاناستيموزز عايز اقول السيجنيفكنس بتاعتها. انا عندي هنا او السيجنيفكنس او الاهمية بتاعتها. انا عندي ده ارتري اسمه سابكليفيان ارتري. ده موجود في الرعبة. ونازل على الاجزلة بنسميه اجزيلاري ارتري. امتداد اسمه اجزيلاري ارتري. اخد بالك معي. لو فرض لاي سبب ان يتقفل السابكليفيان او تقفل الاجزيلاري ارتري. انسد لاي طريقة. فالموقف الطبيعي ان يحصل جانجرين في الابر ليمب. يعني الابر ليمب اللي هو الطرف العلوي ده يحصل فيه غرغرينة وايه ويموت. ربنا سبحانه وتعالى لا. اذا كان ده سابكليفيان وده اجزيلاري. فاكر لو كان ده الطريق الرئيسي لمسار الدم فربنا خلق طريق فرعي. اللي هو اناستموزيس. ازاي? طلع من الفيرست بارت بتاع السابكليفيان هنا. ارتري اسموز سيرو سيرفايكل ترانك. اداني تلاتة برانشز منهم اتنين مهمين لنا دلوقتي واحد اسموه ترانزفيرس سيرفايكل تاني اسمو سوبرا سكابر. جي هنا الدم وقف هنا. افرض الدم لاي ساب من الاسباب. وقف نتيجة انسداد هنا. بيحصل ايه? ان الدم ده انسد هنا جلطة او اي حاجة. الدم ده يروح ماشي هنا هو. ويتحرك في السيرو سيرفايكل ترانك. ما اتحرك في السارو سيرفايكل ترانك. يروح في السيرو سيرفايكل ويروح لسوبرا سكابر. بعد كده الدم يمشي في خنافة راية تاني اللي هي ارتري ده اسمو ايه ساب اسكابلل الارتري. اللي هو هنا ادي الساب اسكابل وده فالسابسكابلر والسابسكابلر الدم جيه كده ومشي في دول وراح مكمل هنا على السابسكابلر ارتري اللي اصلا طالع من الاجزيلاري ويكمل الدم في الاجزيلاري ارتري يوح للقبر لما يبقى كأن لما حصل الانسداد هنا المصار الدم راح طالع كده ومشي في الاتنين ارتريز دول وصله للاثنين ارتريز دولة والاثنين ارتريز دول جابه الارتري ده تاني وكمل الدم للأبرجليم يبقى الابرجليم مش هيحصل فيه اللي هو بنقول عليه جنجرين ولا حاجة ودي الاهمية بتاع الانسداد ارتريز دولة فانا عندي الانسداد دي بقى نرجع نشرح الرسمة تاني بطريقة تاني ادي الارتري ده اللي هو اسمه سابكليفيان وده الاجزيلاري السابكليفيان بتقسم بعضل اسمه اسكاليناس انتيريور لفرست بارت وساكند بارت وسير دبارت فرست بارت قبل السكند بارت بانسكنس انتيريور سير دبارت بعد السكنس انتيريور الاكزيلاري بتقسم بالبكتوراليز مينور ادي فرست بارت وساكند بارت سير دبارت لقينا ان الفرست بارت بتاع السابكليفيان طلع ارتريز مصيرو سيرفايكال ترانك اداني ترانزفير سيرفايكال سوبراس كابولار والثيرد بارت بتاع الاجزيلاري اداني ودول اتحدوا مع بعضيهم او التقوا مع بعضيهم في الحتة دي اللي بيسموها يبقى البلاتجي هنا مشي بصيرو عادة في ومن هنا هو رجع مشي تاني في وراح راجع تاني هنا هو يبقى دورة دمية تمت برغم من وجود الانسداد هنا طيب على الجسم بقى دي موجودة فين قالك هنا في الحتة دي كده المفروض دي بتاع الاسكابولا دي فصة وقادر فصة ابص في الاتنين اللي طالعين من اللي هو اهو وده اهو كل التلاتة الاتنين دول يتقابلوا في الفصة الفصة دي اسمها واللي تحت دي اسمها فالارتري ده اللي هو وترانزفيرس سير فيكل جو متقابلوه في الانفراس بياناتة الفصة هنا بيه اارتري تاني اسمه اهو واخوه ده اسمه سيركمب guesses كابولال يبقى ده ساب سابسكابولال يتنين مع بعض اتقابلوا بردو في الانفراس بيانات الفصة كان الاربعه الهوما وترانزفيرس تل سابسكابولال تقابلو في الانفراس بيانات الفصة عندما اصبح يقع عملو ان او تقفل الدم يعدي من هنا ويرجع يكمل تاني في الارتري اللي اسمه الارتري. ودي حنشوفها بالالوان في الصورة التانية ادي الارتري اهو. وده الارتري. ده اده سيرو سيرفايكل ترانك. اده سوبراسكابلر اللي هو ده. ادي سوبراسكابلر اهو. دخل فوق سوبراسكابلر اهو. اهو. وراح فصة. وراح برضو ايه فصة. هنا ده في عشان كده رسمة متنقطة. يبقى قادل لتنين اللي طالعين من نيجي اتنين طالعين ههم من واحد اسمه واللي طالع منه ده اسمه ايه كل ده اللي اتقابلوا في الصورة دي على فكرة اه اه الانفراسكابلر اصف فصة في الباك فحنا عشان كده رسمينا منقط ودي اللي احنا بنده الاسم بسموها الانستموزيز راوند زاسكابلاء. بتاعتها ان هي بتحل الدم بيمشي فيها بكسرة في حالة ازا حصل في او ازا حصل في الاكزيلاري ارتري سيركوليشن تقدر تعدي والتم والدم يعدي من الاصابكليفر ارتري يروح لحد الاكزيلاري ارتري.